الاهلي زي هيلعب قدوم التراجي بكرا ان شاء الله بصي مطشاة الناديات عمتا بيبقى لها مواقف خاصة او شكل معين يعني طبيعي النادي الاهلي وصل السنة اللي فاتت وكسب البطولة تراجع اكيد عمل حساب للنادي الاهلي لكن معظم الفرق اللي بتلعب ناديات بره ارضها بيبقى طريقة اللعبة مختلفة عما يكون بتلعب في الاستادة عندك او في الملعب بتاعك اكيد النادي الاهلي شاف التراجي اتفرغ على التراجي بس زي ما قلتلك عشان اندى ألعب بره ارضي وافتح ملعب وافتح خطوطي في البداية بيبقى صعب بيبقى صعب زي ما شفنا برضو مباراة الزمالك ونهضة بركان النهضة بركان ضاغت من اول دقيقة فتح خطوطه وكل حاجة والزمالك كان فيه تحفظ بس كان تحفظ زيادة شوية فأكيد النادي الاهلي كلر عنده الخبرات اللي شافها في السنة اللي فاتت أكيد اللي حيدافع بشكل كبير قوي ولا حيهاجم بشكل كبير قوي حيقسم المباراة أكيد حيبقى فيه توازن لكن زي ما قلتلك النادي الاهلي الميزة عن التراجي اللي النادي الاهلي لعنده خبرات كبيرة في الملعب دي اللي ممكن بتدي افضلية النادي الاهلي لكن زي ما قلتلك أي مطش نهائي يعني شكل النادي الاهلي في تونس هيبقى مختلف عن شكل النادي الاهلي في مصر الزمالك فيه بركان هناك حاجة والنهائي على أرضنا